نقابات العراقية اجتمعت وصدرت بيان في تاريخ 24 عشرة وكان يشمل هذا البيان عدة نقاط من ضمنها أنه الحفاظ على التظاهر السلمي للشعب العراقي وعدم انجرارها إلى أمور أخرى الحفاظ على مبتلكات العامة الحفاظ على الأمن بصورة عامة عدم التجاوز على القوات الأمنية وأيضا عدم التجاوز من القوات الأمنية على المتظاهرين وكذلك هناك تضمن عدة نقاط البيان اليوم نقابة المعلمين من خلال اجتماع المجلس الطارئ اللي عقده في مقر النقابة قررت الأضراب يكون لجميع كوادرنا من تاريخ اليوم إلى نهاية هذا الأسبوع وهذا طبعا قرار اتخذ نقابة أيضا بسبب الأوضاع اللي يسير بها البلد من أجل أن تصل رسالة بمساحة 450 ألف معلم على امتداد العراق على أقليم كردستان أكثر من 25 ألف مدرسة أكثر من 10 ملايين طالب أنا أتحدث عن نصف نفوس العراق الآن أعلنوا تضامنهم مع المطالب السلمية المشروعة للجماهير نحن ما نطالب به اليوم هو انصاف الجماهير تعديل الوضع السياسي محاسبة السراق كشف المتهمين بالملفات الكبرى للفساد محاسبة الذين أطلقوا النار على الجماهير بوحشية وخارج سياقات الإنسانية جميعا ما نطالبه الآن هو مستقبل أبناءنا قادة التظاهرات في العراق هم من المعلمين في كربلاء مثلا أغلب أفراد التنسيقيات هم من المعلمين ومن القادة النقابيين نقابة المعلمين دعمت هذه الحركة الاحتجاجية لأنها حركة وطنية سلمية بعيدة كل البعد عن الأجندات والولاءات وغيرها من الاتهامات التي تم توجيها لهؤلاء المتظاهرين الحقوق مشروعا لجميع لذلك وقفت نقابة المعلمين هذه الوقفة الجادة وطالبت بالأضراب وفي حالة عدم تنفيذ المطالب خلال الأضراب الأربعة أيام سيكون هناك أضراب مفتوح لجميع المدارس في العراق